هم واحد وثلاثون إطارا ومدربا يمثلون 23 جامعة رياضية خضعوا للتكوين والتأطير من طرف خبراء مغاربة وفرنسيين في إطار ما يسمى ببرنامج تكوين مدرب المستوى العالي والذي رسمته اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وذلك بهدف تكوين مدربين قادرين على تأطير أبطال من الطراز العالمي ببرنامج تكوين خاص بالمدربين المحترفين بالمنتخبات المغربية والأندية الرياضية الهدف هو مساعدة الأطر كي يكونوا في مستوى العالي وكذلك الانخراط في ميدان الاحتراف كما يخولهم البرنامج تكوين رصيد وتجربة إضافية من أجل رفع قدرات المغرب على الفوز بالميداليات هذي المدربين درنا انتقاء ديالهم بتواصل مع الجامعات ولكن هذي تكوين درتوا اللجنة الأولمبية مع جامعة الأخوين مع خبراء مغاربة مع خبراء اللي جيين من الخارج من فرنسا جيين من الأكبر مدرسة ديال الرياضة العليا اللي كتسمى لينساب في فرنسا باش يعني طريقة جماعية نفكروا كيفاش نحسنوا وكيفاش نعملوا مع بضياتنا باش نحسنوا ورفعوا من المستوى ديال الرياضة المغربية وفي الحقيقة كان استفادة وبحضر الخبر اللي جوا من ملينس من فرنسا انهم اعطونا الشيء الكثير والكثير وفي الحقيقة تكوين ربما نقول تحت لي الفرصة انني نحضر له وفي الحقيقة شي حاجة اللي ربما كنت كانت منها يمكن ما كانجي وانما جات في حال الظروف اللي في الحقيقة جيدة الحصة التي نتابع منها هذه الصور هي الثالثة من المرحلة الأولى لتكوين مدربين من المستوى العالي المستفدون هم غاربة كانوا في تركيز وجدية من أجل الاستفادة من الحصة التي ترسم على منهج احترافي ومهني يرم تطوير القدرات والمؤهلات التقنية للأطور الوطنية استفادت من هم اطلع الظروف اللي بزيارة الحمدول الله تحت بيان باسي دوغزنا الامور في أحسن ما يورام كانوا لفرماتور في المساوى مرسي بوكو للكنوم مرسي بوكو لفردراصون العلتقة ديالهم مرسي بوكو لفرماتور السي كانوا لصحة دورا من المساوى العالي تعلنوا بزافة دياللي تكنيك بزافة دياللي بزافة دياللي شعالله غن اقيقوهم ويكون عندوم ان دوم انباكت على الوطنية ومعركاء في طول سبور إن شاء الله هي تجربة مهمة بالنسبة لنا أود أن أشكر الجميع أشكر اللجنة الوطنية الأولمبية بالخصوص على هذه المبادرة هي تجربة رائدة فعلا تخويننا تطوير المدارك والأداء الرياضي وكل هذا من أجل تكوين مدربين من المستوى العالي تحتنا الفرصة أننا نتلقى مع ديسيبلينا تحتنا الفرصة أننا نتلقى مع ديسيبلينا ستعني من فرمتا من ديسيبلينا فيها بزاف ديال ديسيبلينا سبورتي وليزاكتفيته سبورتي وهذا يدل على أننا إن شاء الله سنمشوا للمستوى العالي ونفر لهم نظر صحيح أن الأجل الوطنية الأولمبية المغربية رسمت مجموعة من البرامج الهادفة إلى تطوير الرياضة الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية لكن برنامج تكوين المدربين من المستوى العالي هو مبادرة رائدة وغير مسبوقة في مجال التكوين العلم للأطر الوطنية في رياضات مختلفة البرنامج سيكون على خمس محطات كل محطة من ثلاثة أيام انطلقت في شهر فبراير وتنتهي في يونيو المقبل البرنامج بشراكة مع جامعة الأخوين والمعهد الوطني الفرنسي للرياضة والخبرة والأداء